هلو هلو صبايا كيف كون شو اخبار كون هذا الفيديو هو عن جد اكبر فيديو مشتريات على قناتي ليهن كما شايفين شوفو هادون كل كل شغرات للبيبي اللي انا جبتن طبعا كما تعرفوا انا حامل بشهر الخامس طبعا للأسف انا كتم فكرة حالي ما يجعب شي طلعت جايبة كتير شغلات ما حيترتبوا كلهم تمام عندي بس اللي حيصير انا عندي اخزانة فاضية فهي اللي اخزانة جبت لها مثل هيك تعليق اتانية مش هتتعلقها هلا هفرجيكم اياها من امازون المهم ابل ما ابدأش بالفيديو اللي حابة بيشوف كل شي انا جبتو كل تجهيزات طبعا لسهما خلصت تجهيزات 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 part 1 ان شاء الله يا رب ما يطلع الفيديو كتير طويل وما حا احكي بالفيديو ان شاء ما يطلع كتير طويل المهم هاي تجهيزات part 1 او الجزء الاول طبعا البيبي صبي المهم اللي حابة بشوف كل شي جبتو يكمل الفيديو الاخير بس قبل ما عملت في الفيديو اصدقوا اصدقوا لقناة اعملوا لايك للفيديو اعملوا شير اذا حبتو وكمان اذا تذكرتو اي شي ضروري لكل العالم الحوامل او اللي يجهزوا او اللي هن جابوا من قبل الولاد اكتبوا لي تحت شو الاشياء الضرورية برأيكم اللي هي نقصت بهذا الفيديو اكتبوا ليها تحت في التعليقات ان شاء الله رح جيبوهم ومصويلكون اصدقوا ليهم بالجزء الثاني او الجزء الثالث او ما بعد هذا الفيديو هيكون كتير سبيشال على قناتي لهيك كتير متحمسة وعن جد كتير مبسوطة الفيديت وتمكيجت وعملت كتير قصاص لحتى صور هذا الفيديو وعن جد صلي من مبارحة مجهز وصلي مبارحة مشوف عالم عام لهذا الفيديو من قبل لحتى شوف شو طريقتهم هنين لانه انا صراحة يعني ما حابة يصور قطع قطع كتير قطع وكتير هيك قطع صغار بس حابة هيك اشارك معكن وحابة هي شغلات كمان تضل ذكره لي لبعدين عرفتو اول شغلة خزانة البيبي هي هاي اللخزانة هاي اللخزانة من ايكيا اذا لقيت لكم اللينك تبع حاطكم يا تحت في صندوق الوصف ان شاء الله صلى كتير زمان عندي وكتير بحبه شوفو هي هاي اللخزانة هون كله تعليقات فانا مشان اعمل تعليق اكتر جبت هاي القطعة من امازون هاي القطعة من امازون عفكرة مو كتير غالية ابدا جبتها وعلقتها بالاخزانة هيك بهذا الشكل مشان يصير عندي تعليق فوق وكمان تعليق تحت الاشغلة الحلوة اللي انا صعب فرجيكون ياها هلا هذا الباب هذا الباب ان شاء الله حيكون بالجزء التاني هذا الباب شو فيه هو لسه ما ضبيته كمان بس كله يعته من فوق لتحت رفوف فيه بقلبه وغلوم خلونا نبلج ترتيب هذا القسم اللي هون رح يتعلق كل شي وهن الأواعي اللي هني اصلا هن اغلبيتهم تعليق وشوية قطعة صغيرة ها حطهم بباكسات بس هذا ما هيكون الشكل النهائي للخزانة ابدا هدا رح يكون بس بدي ايمون منوشي ها اعرف انا بالضبط شو عندي وشو نقص هلأ هاي صورة مكبرة لكل الاغراض شوفوه يعني لازم كان افتحهم وشوفهم وأنا عم فكرة قبل ما افتحهم مبارح والله يمفكرة حالي جايب كتير شغلات قليلة بس سبحان الله كله بيجمع هلا يحتاجئكم فيه ححكي لكم الاسعار يعني فيه كتير هون بامريكا تحديدا شوفوه حتى العلالي اجبتون فيه كتير هون بامريكا بتلاقوه شغلات باسعار كتير رخيصة واسعار كتير حلوة وعلى كليرانس وعلى هيك شغلات هذو كتيرتون رح نحكي عنهم خلال الفيديو بس هاي هي الصورة الرئيسية اللي هتكون هذو الاغراض كتيرتون اللي هنحكي عليهم ونضبون اليوم إن شاء الله كم نصيحة قبل ما تشوفوا الفيديو طبعا هاذ الشكل النهائي بعد ما رتبت الخزانة بس حاب احكي لكم كم شغلة اول شغلة لازم كتير 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 مهم تعرفوا الولد امتى حي يجي البيبي اي شهر او تقريبا يعني من قبل ما تبلشوا تشتروا يعني انا بلشت اشتري بعد ما انا عرفت بالضبط تقريبا امتى حكالي الدكتور انه ممكن حي يجي الولد تاني شغلية لازم تحسبوا انا عملت جدول هحتركم يا هوني هذا الجدول مثلا كل شهر اديش بيكون عمر البيبي و اديش بيكون الحرارة تقريبي عرفتو يعني مشان ما تشتروا شغلات للصيف وتكون انتو تكون مثلا بهذا العمر شتي فانا قبل ما اشتري اي غرض طبعا انا غير الاغرار اللي بيجيني من بره انا لما بدي اشتري شي بفتح الموبايل بشوف الجدول بشوف مثلا البيبي بهذا العمر هل هوي رح يستخدم اواعي صيفية ولا اواعي شتوية وعلى هذا الاساس بمشي فمسيحة واهم واحدة اذا انتو عايشين بامريكا كل شي بتاخدوه على السيل هلا خلال الفيديو حتشوفوا انه اغلى اغلى قطعة عندي انا من هدول الاغرار كلياتا هي حقه 7 او 8 دولار هاي اغلى قطعة ممكن كتير تجيبوا بالعروض ممكن كتير تستنوا المواسم معكن تسع شهور حمل بهالتسع شهور فيكن تستنوا بالمواسم واشتروا اي شي بتكن اياه بعروض واسعار كتير كتير حلوة اخر نصيحة قبل ما تبلشوه في محلات معينة بكل الولايات موجودة والمارت تارجت لا تارجت ما اجبت منه شي صراحة والمارت روس درس فورلس اسمو بارلينغتون تيجي ماكس مارشلز هدول المحلات الخمسة او اونلاين شركة جيربر هي شركة لأكل الاطفال بس في عندها ويبسايت اونلاين هدول كليات سيكون تحت موجودين بصندوق الوصف عندها اونلاين بتعمل عروض كتير حلوة فاشتركوا بالويبسايت بيصير بيوصلكم العروض على الايميل يعني الاشياء اللي انا اشتريتها من جيربر هلأ خلال الفيديو حتشوفوا يمكن كل قطعتين وبيكونوا شتويات خلوني افرجيكم واحد مثلا مثل هدول شايفين هدول شتويات والي اتنين حقون 8 دولار بالمحل هتلاقون اكيد اغلى من هيك فالحلاوة هدول المحلات انه هيك حلاوة الانلاين انه كتير بيعملوا عروض وكتير بيبعتوا لكم على الايميل انه تعملوا عروض انه تشتروا بالعروض فحفظوا هدول اسماء المحلات هكتفيكم يوهن تحت بصندوق الوصف هدول المحلات شو بيعملوا بيجيبوا لكم الاغراض بيجيبوا الاغراض مثلا من المحلات الكبيرة مثل كارتر هلا تقريبا كل الاواعي هي شركة كارتر اللي من والمارت بي كارتر بينزل للدولار القطعة هتكون بدولار تخيلوا يعني شتريت كنزات انا بدولار هلا خلال الفيديو هتشوفوا كتير مهم تعرفوا كيف تتسوقوا يعني انا اللخزانة كلها تتعبت محا لكم قديش بالضبط بس تقريبا مو بنص بربع سعرون اذا بدي اشتري كل هدول الغراض بسعرون الاساسي مستحيل حاجة من هيك الديلز مستحيل حدد اشتري كل هدول الغراض انا اشتريت كل شي بلغزانة وكل شي فوق لغزانة كل شي حتشوفوه بالفيديو بربع سعرون نفس القطع اذا بتروحوا على محل كارتر هلا كارتر فيه له محل رسمي انا رحت عليه للامانة وصراحة نفس القطع انا كنت شاريتهم من برلنجتون من برلنجتون بدولارين وثلاثة واربعة عند محل كارتر بسبعة وثمانة وتسعة اكزاكلي نفس القطع واغلى كمان يعني بطلوع عرفتوه في بيجاما هفرجيكم اياها انا شاريته يمكن بثمانة دولار انا شفتها عن محل كارتر بعشرين دولار فالفرق كتير بيفرق بينما انتو تروحوا على محل بس للبيبي او تروحوا على هدول المحلات اللي بيكون فيهم قسم صغير للبيبي حتلاقوا فيهم نفس الابضاعة فهي الشغلة مبعبزة كتير عالم بامريكا بيعرفوه بس لازم تعرفوه ولازم عن جد تستغلوه لانه هاي من احلى الشغلات الموجودة بامريكا خلال هذا الفيديو انا كتير اصريت اني انا فرجيكم الاسعار كل قطع المهمة يعني الاسعار عليها ديلزة كتير قوي وفيكن تجيبوا نفس الشي باي موسم ولا اي عمر ولا اي صبي ولا بنت ولا حتى للكبار نفس عندي نفس نفس النصايح حتى للكبار بس هلا ما عنا عم نحكي عن الصغار فهي نصايحي لكم للصغار وبعد كل هذا الحكي يلا خلوه نبلش الفيديو وتشوفوا اللغرات كله عطا عطا هلا اول شي راح نبلش بمنتجات اللي هي البريمي او النيوبورن النيوبورن والبريمي هنن هدولي المقاصل صغير كتير 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 يعني لأول شهر اول ما بيخلق الولد هلا صراحة هتشوفه انا عندي كمية بس هنن من بيناتهم اللي هنن عن جد عن جد الصغير صغير بس كم واحد عرفتو يعني انا لما هروح المستجفى ان شاء الله واحد من هدول اللي هاخدون فهدول اول اتنين حطيتون كانوا من والمارت من شركة كارتر هلا هاي العلاقة انا كتير كتير بحبها من امازون شوفوا بتعلق عليها حوالي خمسة لستة واحيانا اكتر تياب وبتنزلوه بشكل انه يكونوا متل كأنه قطعة واحدة معلقة بالاخذاني شوفوا بهذا الشكل في تياب صراحة انا ما امتهم من العلاقة تبعون وهنا علقتهم صغيرة فحبيت علقهم على هاي ورجعهم هيك لورا كأنه قطعة واحدة بهذا الشكل هاي كتير مفيدة صرت حاكي عليها اكتر من مرة عندي على صفحة لانه عن جد كتير بحبها شوفوا شلون كتير سهلة بس بتزيحوهم وبعدين بتطلعوا القطعة اللي بتكون ياها وبعد هيك حضيت جنبهم الاواعي اللي هنا من صفر لثلتة شهور كل شي تياب انا شاريتهم او جاييني لهذا العمر هحطهم بهي المكان هفضل فرجيكم الاسعار لانه هو يعني انا واحد من اهدافي لهذا الفيديو هو فرجيكم انه ديش نحنا نقدر نحصل عروض بي اذا كنتوا عايشين بامريكا برات امريكا صراحة ما بعرف قديش ممكن توصل العروض بس هدولي كتير حلوين هدول الافرولات هدول الشتوية الشتوية لانه هو هيجي بشهر 9 ان شاء الله بالسلامة وبعدين هيكون اول كم شهر يعني اول لست شهور اتوقع هيضل بس برد وبعد هيك على القسم التحتاني اللي هو من اه رح احطه من ثلت شهور لست شهور كلهم رح يتعلقوا من تحت فانا جاي بتقريبا اربع اقسام اللي هنين هدول النيوبورن اول ما بيخلق بعدين من صفر لثلت شهور بعدين من ثلت شهور لست شهور بعدين من ست شهور لتسع شهور بس هي من ست شهور لتسع شهور هلا هتشوفو بس كم اطعا وحتى هدول ما لون كتير كتار من ثلت شهور لست شهور فهدول اغراض من ست شهور لتسع شهور هيكون في شوية برد بالاخر الستة باخر ست شهور بالشهر السابع كمان رح يكون اتوقع برد كتير فجايبة انا شغلات هلا هتشوفو كمان جبت جواكيت لقيتهم كتير كتير حلوين واحد هاد ايوه هاد هو هاد الجاكيت كتير كتير حبيته اخدته بعشرة دولار من برلينكتون معانه هو حتى ببرلينكتون حقه 30 دولار وهاد الجاكيت شوفو هدو الكنزات اللي حكيت لكم عليهم اللي جبتهم من والمرد الكنزة النازلة للدولار كتير حبيتهم وكتير عجبوني وهلا بقى مننتقل لشغلات التانية اول شي جبت كم برنوس على كم بشكير هذا جبته من امازون كتير حبيته حبيت صورته هلا هو بده كوي وهلا شي هيكة وهذا مثل هيك يعني الروب وهذا يعني هذا الروب هيك ناعم كتير كتير على الجسم وهذا مثل برنوس للحمام كتير حبيتهم كمان وهدول الريسيفينج بلانكت هدول اللي بتيجي الولاد مثل هاي الصفرة بتلفوه فيها لأول فترة يعني أول كم شهر أول شهر بتوقع هيك حسب ما قرأت وهي مثلون بس هاي شتوية فهي كتير حبيتها انه هي ما حتشد على جسم الولاد ورح تحطوه بقلبه وهو نايم مثلا لحتى مثل كأنه يعني لحتى تعطي دفة أكتر من أنه تشد على جسمه وينربط فيها يعني وهي كمان كتير كتير حبيتها من روس كمان بيحطو الولاد بقلبه وبيعود بقلبه بعدين رح أحطو شوية سلات طبعا هدول السلات رحيتغيروا لأنه هنين كتير صغار بس هدول اللي كانوا موجدين عندي وأنا كان لازم ضب الغراض بقى بالخزانة فهدول أول شي حطيت للطوائي الشتوية مثل ما تكون أول سنة حتكون كتير برد عليه فجبت أكتر من طائية شتوية وجبت هذا طائم الطوائي صراحة هيك شفته مو طائم مع الأواعي أبدا يعني بيلبق مع كم أواعي عندي بس مو لكل شي بس هدولي كانوا كتير مهمين لأنه هو حيكون عن جد كتير برد بالوقت اللي حيجي فيه هلأ السلة الثانية رح أحط فيها الأمصان الداخلية اكتشفت أني أنا ما عندي كتير أمصان داخلية فأنا جايبة مثلا نيوبورن شي ثلاثة تقومي وبعدين عندي من صفر لثلاثة بس تقوم واحد اللي هنا الأربعة وأنا بتوقع هدولي أو حسب ما سمعت وشفت أنه فيه كتير عالم ما قادة تحكيلي أنه هدول الشغلات هي أهم شي فهدول لعزم نرجع لجيبه مرة ثانية جربة طبعا هدول من أحلى الشغلات هلأ أنا أكتر الأواعي اللي أنا جايبتن هدولي مسكرين من عند الرجل بس كتير حبيت هدولي هيك التقومي للجربات وخاصة أنه مثل ما كون شايفين جايبتن على العروض كتير حلوة فكتير مبساطة فيهم وحبيتهم وهي مشان الفانكس كيفينغ أو التركي عرفتوا وهدول طوائل الشعر بنروبتوا على الراس هدول ما جايبة منهم كتير هدول بس جبت هذا الطائم كمان اكتشفت أنه أنا حستخدم كتير من هدول وما يجايبة منهم وبعدين شوية بشكير صغيرة هيك يعني للتنشيف وهيك نعمين كتير ممكن تاخدوهم معكم بالشنطة لما تروحوا لبرة وهدول مثل بشكير للحمام مثل اللي قبل شويفة جيتكن ياهو هلا احرامات أنا كتير بستخدم احرامات أنا نفسي يعني فحبيت كتير يكون عنده اكتر من واحد فجبت له اتنين هذا اللي انت شايفينه الازرق وواحد تاني ابيض ورمادي هذا كمان هيك على القعدة كتير من استخدمهم وهذا جابته ماما كتير حبيته كتير كتير لزيز هلا هي الشغلة فرجيتكن ياها على الانستغرام اللي هي تباع الحمام كتير عالم حكولي انه هي كتير منيحة بعد ما جبتها من شركة فشر برايس جبتها من برلينكتون بخمسة وثلاثين دولار هاي بتحط فيها البيبي لما بتكون تحممه وحلاوتها انه بنحط فيها من عمر الصفر لثلاث او اربع سنين كمان شوز ما يجايبه كتير بس جايبه هدول ثلاثة كمان هيك يعني انتوقع اول فترة ما حيلبس كتير شوزات فجايبه بس هدول ثلاثة يعني هيك شفتهم وحبيتهم وهلأ اول هدية اجتني للبيبي كانت هي هي الشنطة من صبيه على الانستغرام تعرفت عليها بتجنن اسم لينا حكيت لكم عليها هي عندها بزنس هونة بتبيع اغراض وهيك كمان حعطكم صفحة تحت بسندوق الوصف بعطتت لي اها اول ما عرفت اني انا حامل يعني حتى قبل ما تعرف اذا صبي ولا بنت عجت شكرا كتير كتير حبيتها هالشنطة وهيك يعني شنطة خفيفة نضيفة هلأ شوية اكسسوريز وشوية اغراض هيك يعني متفرقين متل ما هتشوفوهم طبعا هيكونوا بينماكن اغلبهم هتكون العاب معجبة غير ببرونة واحدة هاي كتير حبيتها كمان حبيت هدول البوبيوني اللي بنحطو على الكنزات تصير شوية رسمية وهي تبعية المي اللي بيعدو عليها الولاد مشان الاسنان وهدول كتير حبيتهم من امازون هدول بتجي حطوهم بتركبوهم متل هاي الطريقة اللي انا عم حاطتها وبعدين بتحطوهم ليهو للولد وحلاوتهم انه هنن سيليكون يعني بتغسلوهم بالمي ما في داعي تحطوهم بالغسالة وما بيصحبوا الاكل او شي لما اناءت الولد عليهم فكتير حبيتهم كتير سهلين والوانهم كتير كتير حلوة واخر شي هاي كمان اجتني هي اللعبة كمان هيك لح تيلعب فيها البيبي لما ببلشوا يطلعوا سنانه هيك خشبية ومخيطة كتير حبيتها كتير كتير نعمة وهاي هاي القطع بقى انا شعريتها قبل ما احبل بكتير 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 شفتها ومو بعرف ليش كتير عجبتني اشتريتها هاي بتاخدوها معكم على السوب تحطوها على العرباية مشان يوعد البيبي معكم لما تروحوا على السوب هاي الشغلة كمان جبتها من امازون كتير حلوة للعب يعني بتحطو بقلبه مي وبصير بتنزل مي من النخيل وهيك منكم وصل لنهاية الفيديو هدا كان كل شيء اليوم شعر تكونوا حبيتون شعر تكونوا استفدتوا واستمتعتوا خبروني شو الاشياء الناقصة على فكر انا بجاي بقواعي لسه ما بعرف شو الاشياء الاساسية شو الاشياء مو الاساسية لهيك كان اليوم بس انو جولة مش اشتريات عرفتو فحطيت دور الباكسات فوق نزيحها شوية مشان نضو هيك شوية صغيرة مشان نضل مستفيدين من الضو وبعدين لاتبت هيك الاخزانة فهدا كان كل شي اليوم لا تنسوا تكتبوني بالتعليقات اي شي حابين تقلولي اياه وكمان عطوني رأيكم انا بس انا مستعدة ااخد نصايح من كل الصوايا فأبما اطلعوا من الفيديو لا تنسوا عمل سبسكريب القناة وعملوا لايك للفيديو وعملوا شير اذا حبتو لا تنسوا تتابعوني على مواقع توازق اجتماعي حيكونوا باخر الفيديو وتحت في صندوق الوصف حبكم كتير كتير وان شاء الله فشوفكم بالفيديو الجاي باي